بحبك يا لبنان قد يختلف اي اثنين على مذاق فنجان قهوة لكنها فيروز لغة الصباح المتفق عليها في كل بيت وعلى مسرح لبنان تدور القصص والحكايات بعد غياب طويل كان حضورا في صباحات العرب ترسم طلة فيروز اطمئنانا في قلوب اللبنانيين لارزتهم الجميلة ولان المصاب جلل استطاع ايمانويل ماكرون في اظهار فيروز الى الاعلام بعد غياب جتين تنسيت النوم يا خوف تنساني خوف قل ان لبنان بات يعيش فيه ممتزج بين تأييد ورفض لدخول فرنسا من مرفأ بيروت الذي قلب العاصمة الى جحيم او خوف من المتمترسين في منظومة الفساد خلع ايمانويل سترته فبدى واضحا انه لبناني الاهتمام فرنسي الاصلة وقد قالها في زيارته الاولى بحبك يا لبنان قصة عشق غابت عن مشهد التخريب في الواقع السياسي اللبناني كما يشبهه الكثير في الوطن العربي مرتان اذا يعود فيهما ماكرون الفرنسي العنيد واعدا بانه لن يترك اللبنانيين وعد كان يتأمله الشعب اللبناني من ابناء جلدته لكن ايمانويل قال ان الفرنسيين اخوتكم اخوة تتزامن مع مئوية تأسيس لبنان الاولى يتقن فيها ماكرون ذوق المباركة بزيارة الى منزل فيروز القابع في الرابيا قرب انتلييس شمال بيروت من الاليزي الى بعبدة بين قصرين ومع الحريري ايضا يحذر ماكرون ان اموال باريس 2018 لن تدفع الى لبنان اذا لم تسر على طريق الديمقراطية هذا غيض من فيض فالخطاب الباريسي في مرفع بيروت على متن حاملة تونير الفرنسية فيه من الدلالات ما فيها وفي هذا قول اخر لمن يقرأ الطالع فزيارة ماكرون الى بغداد يبدو انها تقارب بين الباءات الثلاثة باريس وبيروت وبغداد او انها باءات بمحض الصدفة لكنها في النهاية زيارة رسمية عنوينها دعم العراق وسيادته وتسلحه في وجه الارهاب والاقتصاد كذلك فعل في بيروت فقد يرسم العراقي امله بخطوات ماكرون او انه تفاؤل بغناء فيروزي لبيروت وبغداد معا فيفعلها ماكرون لاجل عاصمتين جريحتين او انها فرنسا التي تحولت للاعب سياسي جديد في منطقة تأن من الصراعات على ان لا تكون باريس لاعبة لتحقيق مرادها فحسب بقناع كلمات فيروزية تحاول التأثير على عاطفة العراقيين